السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازاي يوك يا شباب عمين اي يا رب تكونوا دايما في صحة وصعادة في الفيديو بتاع النهاردة هنبص على في الاكسل ونشوف ازاي ممكن نستعمله علشان يخلي الشغل بتاعنا اسرع وافيشنت اكتر هنا انا عندي الديتا بتاعت الشركة الوهمية اللي احنا استخدمناها قبل كده واحنا بنعمل الداشبورد واللي فيها السيلز بتاعت البرودكس بتاعتنا في كزا كونتري وكزا سيتي وكزا بيزنس لاين وهكزا فخلينا نفترض مسلا ان انا عايز اعمل فلتر في التابل ده علشان اشوف داتا معينة فالطريقة العادية في الفلتر ان انا بروح اعلم على الكولومز دي كلها ودوس كنترول شفت ال علشان اعمل فلتر او اروح على ديتا واختار منها فلتر وبعد كده ممكن اجعل ديت مسلا هنا اقول انا مسلا عايز الريبينيو اللي حصل في مي بس ودوس اوكي هيعمل لي فلتر الريبينيو اللي حصل في مي بس ودي طبعا طريقة سهلة وبسيطة لكن نفترض ان انا عايز اعمل كزا فلتر في نفس الوقت يعني عايز الكونتري تبقى كي اس اي بس وعايز الستي تبقى المدينة بس وعايز البرودكت يبقى اللي تشير بس وخلينا نفترض برضا ان انا عايز اعمل في الاخر الريبورت بالكلام ده وعمله برينت او ابعته لحد طبعا الطريقة دي مش عملية وهتقابلك فيها هنا مشكلتين اول مشكلة ان انت هتاخد وقت كل تعمل فلتر في كل قلوم وممكن لو حاببت بعد كده غير الفلتر تنسى انت عملت فلتر ايه في الاول وتضطر تلغي كل الفلتر وتعملها من اول وجديد وتاني مشكلة ان انت ممكن ده يكون معمول في مكان تاني ولما انت تعمل فلتر ممكن فخلينا ازاي نشوف ممكن نستعمل باننا نحل المشكلتين دول مع بعض الغى الفلتر تاني كنترول شفت ال وبعد كده اعمل شيت جديد وسميه مسلا الاوتبوت ارجع الداتة تاني واخد كل الكولومز اللي عندك هنا وحطهم في الشيت بتاع الاوتبوت وبعد كده خلينا نقول ان احنا عايزين مسلا بتاع ايجيبت بس وعايزين السيلز بيرسون يكون شادي وعايزين الديت يكون اكبر من واحد وتلاتين واحد عشرين عشرين يعني عايزين الديت من اول فبراور لحد اخر السنة وفي نفس الوقت عايزين اليونت تكون اكبر من مية بعد كده واحنا لسه على الديتا هندوس على ادفانست هيفتحينا الادفانست فيلتر نختار ندوس عليها ونرجع على الشيت بتاع الديتا تاني نختار كله ندوس كنترول شيفت ساهم يمين عشان يوصل لاخر الكولوم وبعد كده ساهم التحت علشان يجيب الديتا كله وبعد كده في عندك تاني حاجة هتعلم عليها برضو وتختار التيبل الصغيرة اللي احنا عملنا هنا وتالت حاجة بيقول لها كوفي تو يعني عايز تعمل لها كوفي فين فخلينا نحطها في اي وان بعد كده ندوس انتر وندوس اوكي هنلاقيه هنا جاب لنا كل داتا اللي هي في ايجب تباس واللي السيلز بيرسن بتاعها شادي واللي اليونت بتاعها اكتر من مية تقدر تاخدوا الريبورت ده تطبعه او تبعاته لاي حد براحضة وخلينا نقول مسلا ان احنا مش عايزين كل التابل ده بس عايزين كولومز معينة من التابل بس اللي تجلى برضو في طريقة سهلة ممكن نعمل بها كده اعمل كلير لده وارجع تاني على الديتا قول مسلا ان انت عايز وعايز 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 الامونت بس هما دول كولومز اللي انت عايزة واخدهم كوبي وحطهم هنا وارجع تاني على الديتا دوس ادفانست واختار الليست رينج هي هي والكريتيريا رينج برضو هي هي وهنا في كوبي تو بدل ما تختار اي وان على اعلم بس على اللي انت عايزهم وبعد كده دوس اوكي هتلاقيه جابلك من الديتا بتاعتك الديت بس والسيلز برسون والامونت بنفس الكريتيريا اللي انت كنت طالبهم طبعا هنا لو انت عايز تغير الكريتيريا لو انت مسلا عايز بدل ايجيبت عايز تجيب كي اس اي مسلا فبعد كده لازم ترجح تاني تدوس وتكرر كل الخطوات دي تاني تعمل من الاول وتحط الكريتيريا من الاول وتعمل كوبي تو علشان يطلع لك الداتا بس احنا طبعا مش عايزين كده احنا عايزين نخليها دايناميك بحيث ان احنا مجرد ما نغير اي حاجة في الفلترز هنا الداتا بتاعت تتغير وهنعمل الموضوع ده بمساعدة الماكروز والماكروز زي ما انتو عارفين هي وسيلة جوه الاكسل بتساعدك ان انت تعمل اوتوميشن للتاسك اللي انت بتقررها كتير يعني لو انت في خطوات كتير بتعملها ورا بعض وعايز تعمل لها اوتوميشن ممكن تستخدم الماكروز بان انت تسجل الخطوات دي وبعد كده بتدوس على شورت كات واحد يعمل لك كل الخطوات دي ورا بعض. فاوريكم دلوقتي ازاي نسجل الماكرو. امسح دول وبعد كده اروح على ودوس واختار هيقول لك سميه فانت سميه مسلا ادفانس فلتر وبعد كده يقول لك ايه الشورت كات اللي انت عايزه فخلينا مسلا نخليه وبعد كده ممكن تكتب لو انت عايز وممكن تخلي الماكرو ده بيشتغل في الورك بوك ده او تحطه في براحتك بعد كده دوس اوكي. هو دلوقتي بدأ يسجل. فاحنا هنمشي على نفس الخطوات اللي احنا عملناها علشان نعمل هنروح على ونختار ونختار هنا نجيب نجيب نفس الخطوات اللي هي هي. والكوبي تو خلينا نعملها اي وان بعد كده ندوس اوكي. هنا جاب لنا كل الداتا تبقى للفلتر اللي احنا حطنا. بعد كده نروح على وندوس على مكرو ستاني وندوس خلينا بقى نشيل الفلتر كلهم. وبعد كده ندوس على الشورتكات اللي احنا عملين الماكرو هنلاقي ان هو رجع لنا الداتا كلها من اول جان لحد ديسمبر في كل السيتز. بعد كده لو عايزين نعمل فلتر معين لو روحنا على مسلا وكتبنا وبعد كده دوسنا هنلاقي غير لنا الداتا وجاب لنا بس. لو عايزين في السيتي مدينة ودوسنا هنلاقي عمل لنا فلتر وجاب لنا المدينة بس. حتى مش محتاجين نكتب الكلمة كلها. لو مسلا كتبنا اول تلت حروف ودوسنا كنترول اف برضو هيجيب لنا المدينة. لو جينا في هنا وكتبنا كلمة بيت بس. ودوسنا كنترول اف هيجيب لنا كل البيتروم. ودي طريقة اأمن واسرع. بدأ ما نقعد نعمل في الشيت بتاع الديتا. ممكن نعمله في الشيت بتاع الاوتوت ده. ولو محتاجين بعكاية نعمل او نعمل لأي حاجة هيبقى سهل ان احنا نغير اللي احنا عايزينه. ونعمل مرة واحدة. اجين خلينا نكمل تست لو مسلا عايزين يكون علي. وفي نفس الوقت يكون اكبر من متين. مع كده كنترول اف هنلاقي جاب لنا علي. وجاب لنا اليونتز اللي فيها بس اكتر من متين. الطريقة دي ممكن تساعدك في حاجات كتيرة لو انت مسلا شغال في او الار. وعايز تعمل بتاع معين او بتاع معين. هيبقى سهل عليك لو انت عندك الديتا في الشيت تاني. وعايز تجيب بس الديتا اللي ليه علاقة بالكلاينت ده. ممكن تعمل مسلا حتى لو انت مش حافز اسم كله. وتدوس كنترول اف. هتلاقي جاب لك الديتا بتاعة ده بس. وطبعا سهل واسرع كتير جدا ان انت تعمل هنا كزا في نفس الوقت. وتفضل عارف ايه الفلتر اللي انت عملتها عشان ما تنساش انت عامل فلتر افاني. كلهم واضحين قدامك وتبقى شايف ايه الفلتر اللي انت عاملها دلوقتي. عرفوني في الكومنت تحت لو كنتوا عارفين التريك دي ولا لأ. ولو عارفينها بتستخدموها في ايه او ممكن تستخدموها في ايه في شغلكو. لو عندكم اي استفسار بخصوص الفيديو ده سبقوا لي في كومنت تحت او لو عندكم اي اقتراحات بالنسبة للفيديوهات اللي جاية برضو سبقوا لي في كومنت واحاول عملها ان شاء الله. واشوفكم في الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.